السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب وقال الله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فالموت حقيقة لا بد منها سيموت الصغير والكبير سيموت الغني والفقير فهذه الدنيا إلى زوال وإلى فناء فقد مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام في حجره ومات القاسم ومات عبد الله أبناء النبي عليه الصلاة والسلام واليوم أفاجأ في هذه اللحظات بموت خالد ابن الدكتور حازم شمان وهذه مصيبة فالله سبحانه وتعالى يقول فأصابتكم مصيبة الموت فالموت إخوتي الكرام مصيبة سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت طبعا من كم يوم فقط كنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بشفاء خالد بن الدكتور حازم شمان ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يمح ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فالله سبحانه وتعالى كتب الآجال وكتب الأعمار وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير مات خالد وذهب إلى الرحمن الرحيم طبعا يعني الدكتور حازم شمان له فضل على ملايين من البشر له فضل على ملايين من البشر فواجب علينا أن نعزي أنفسنا وأن نعزي الدكتور حازم شمان حفظه الله ورعاه وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلبه بهذا المصاب الجلل ولكن الدكتور حازم سمعت منه كثيرا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات صفي العبد العبد منه فالله سبحانه وتعالى هو أعلم يقول للملائكة يا ملائكتي ماذا قال عبدي حين قبطتم ثمرة فؤاده فيقولون يا ربنا حمدك واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الحمد لله حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا الحمد فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خالد بن الدكتور حازم فرطا له على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالموت إخواني مصيبة وأذكر نفسي وإياكم وأذكر شيخنا وحبيبنا الدكتور حازم شمان حفظه الله بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أسأل الله أن يجمعنا بهذا الطفل ابن الدكتور حازم شمان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأسأل الله أن يربط على قلوبنا أجمعين فوالله إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن لهذا المصاب لمحزنون ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن خاتمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر